أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء على أن التمييز العلمي سيمة رافقت أبناء البحرين منذ انطلاق الميسير التعليمية في المملكة وكانت من بين أهم مرتكزات بناء الحاضر وهو ما يتم الحرص على تعزيزه لصناعة المستقبل الأفضل للوطن وأشار سموه إلى أن العلم والمعرفة أساس راسخ لبلوغ الطموحات واعتلاء مراتب النجاح نحو تحقيق تقدم الوطن ورفعة شأنه وهو ما يصب في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن أبناء البحرين على قدر المسئولية ويدفعهم دائما حب التحدي والإصرار على التفوق لترك بصمة متميزة تعكس طموح الشباب البحريني في كافة المجالات وإن فتح الآفاق الواسعة أمامهم وإتاحة الفرص الأكاديمية النوعية هو مقصد وغاية لإكسابهم المزيد من المعارف والمهارات وفق أفضل الممارسات في مختلف مجالات العلوم منوها سموه بما تحقق من منجزات وطنية كان أساسها البناء والتطوير على ما تم اكتسابه فالإنجاز محطة في مسار متكامل من التحسين المستمر جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسئولين طلبت الدفعة الرابعة والعشرين وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية حيث هنأ سموه الطلبة على ما قدموه من مستويات متقدمة خلال الامتحانات والمقابلات خلال الامتحانات والمقابلات جاءت نتائج عمل دؤوب أهلهم ليتم اختيارهم ضمن الدفعة معربا عن الاعتزاز بجهود أولياء الأمور التي أثمرت عن تفوق يبعث على الفخر متمنيا للطلبة أن تتكلل مساعيهم خلال المرحلة الدراسية المقبلين عليها بالتوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة النماء والازدهار بما يعود بالخير على الوطن والنفع على أبنائه وأضاف سموه أن اليوم يوم فرح وفخر فالفوز بالبرنامج فرصة لتحقيق أحلام الطلبة وطموحاتهم التي يجب أن لا يكون لها أي حد وعليه تتعظم أهمية استفادة منتسبي البرنامج من مخرجاته عبر مختلف التجارب التي يمرون بها طوال فترة دراستهم للأصول إلى الأهداف المنشودة ومواصلة تحقيق التميز بعد تخرجهم بما يصب في خدمة الوطن ومواطنيه منوها سموه بما شهده برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية من تطوير متواصل منذ إنشائه وسيستمر هذا التطور في التنامي بجهود الجميع خاصة القائمين على البرنامج وسعيهم المستمر لدعم نجاحات الطلبة ودور المؤسسات الداعمة الذين أسهموا بتعزيز مخرجات البرنامج في الدفعات المتتالية هذا وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الدفعة الرابعة والعشرين للعام الفين وثلاثة وعشرين حيث تضم كل من الشيخ إبراهيم بن أحمد الخليفة من مدرسة ابن خلدون الدولية أحمد غسان محمد السعد من مدرسة التعاون الثانوية للبنين آدم جمال محمود سعيد من مدرسة سانت كريستوفر حيات حسين عبد الكريم ضربوه من مدرسة سترة الثانوية للبنات الشيخ خليفة بن خالد آل خليفة من مدرسة بيان البحرين زينب حافظ عبد الحميد القصاب من المدرسة البريطانية في البحرين زينب علي عيسى محمد عيسى من مدرسة سار الثانوية للبنات عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن رفيع من مدرسة ابن خلدون الدولية علي عبد الأمير الجشي من مدرسة بيان البحرين علي مختار منصور علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين فاطمة عادل علي حسن من مدرسة سانت كريستوفر فيصل رمز السويدي من مدرسة البحرين محمد أسامة عبد الكريم ماجد من مدرسة عبد الرحمن كانوا الدولية محمد جميل علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين مريم محمد أحمد علي من المدرسة البريطانية في البحرين ملاك باسل إبراهيم مكي من مدرسة سار الثانوية للبنات يوسف أبو الحسن مرعي من مدرسة سانت كريستوفر يوسف زاهر العجاوي من مدرسة البريطانية في البحرين ومن جانبهم أعرب الطلبة الذين تم اختيارهم للانضمام لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية في دفعته الرابعة والعشرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من اهتمام وحرص على تطوير الطاقات الشابة ومواصلة الاستثمار فيها من خلال دعمها وتمكينها على مختلف الأصعيدة منذ تأسيسه عام 1999 وبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يمضي قدما في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها تنفيذا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الشباب البحريني في جميع مناحي الحياة وعلى مدى سنوات عمره قدم برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية 227 بعثة لطلبة مملكة البحرين بناء على كفاءتهم الأكاديمية وذلك بعد مرورهم بعدة دورات وفعاليات وورش متخصصة في تنمية مهاراتهم وصولا إلى التقييم الإجمالي للمعايير الخاصة بالبرنامج لاختيار المترشحين وفي سبيل زيادة رقعة المستفيدين من البرنامج وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة أعداد الفائزين ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لتستفيد منه شريحة أكبر من شباب البحرين ويعمل برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية على رعاية عقول الأجيال القادمة من خلال التعليم لما يوفره البرنامج للموهوبين والمتفوقين من فرصة التعلم في أرقى المؤسسات التعليمية الدولية وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا صناع قرار فاعلين يساهمون في تنمية مملكة البحرين على الصعيدين الوطني والعالمي ترجمة نانسي قنقر